الخبات العربية أيضا طالما أننا تواجدنا في هذه المحافل الكبيرة أنا نتحدث عن الهيمنة أنا نتحدث عن بطولات العالم التي توزعت بين هذين المنتخبين حتى إذا تحدثنا على مستوى الطوب تن الطوب تن لدى رجال خمس أرجنطنيين وخمس إسبان بالطوب تن وطبعا في مقدمتهم لبرون وقالان لدى السيدات تسع لعبات إسبانيات ولعبة وحيدة أرجنطنية بالطوب تن وإذا تحدثنا عن طوب تونتي كذلك هناك تواجد كبير ما سر هذه الهيمنة هي لعبة لاتينية أرج نشأت في المكسيك وانتقلت من المكسيك لتتبناها إسبانيا إسبانيا هي التي وضعت الدراسة الرياضية لهذه اللعبة نقول أن هناك الرياضات المختلفة في مدارس للتدريد في الرياضة البادل المدرسة الإسبانية هي المسيطرة نسخة بطولة العالم هذه إسبانيا مع الأوروبواي بريطانيا والبرتغال وتحدثت عن تطور كبير في رياضة البادلسة لبرتغال على وجه التحديد ممكن أن نتابع هيمنا إسبانيا وممكن أن تحدث ربما مفاجآت على الأقل بهذه المجموعة على الأقل تقدير أريج ما أتوقع أنه في مفاجآت في هذه البطولة إسبانيا ستتسيد المجموعة الأرجنتين ستتسيد المجموعة البرازية ستتسيد المجموعة وفرنسا ستتسيد مجموعتها لكن الحديث عن من سيرافق هذه الفرق في الدور الثاني ممكن مثلا بالمجموعة الأولى أن تكون إسبانيا إلى جانب من من المنتخبات؟ أرشح الأرجواي بحكومها لاتينية أكثر أكثر من المنتخب البرتغالي؟ البرتغال في البطولة الأوروبية للمناشئين كانوا هم المسيطرين لكن على مستوى الكبار بعيدين المنتخب الفرنسي هو الرابط أنتم مثلين الوطن حدث كبير تاريخيا لشخصك شاهدنا في بطولة قطر كاس العالم التي قيمت في عاصمة رياضة الدوحة قطر العام الماضي دموع اللعب بيلش تيغل اللعب الأرجنتيني الأسطورة الأرجنتينية في رياضة البادل في ذكرى النشيد الوطني للأرجنتين شاهدناه يبكي بل وليس الدموع فقط فهي مشاعر بكل تأكيد تمني الناس بالفخر والاعتزاز بالمشاركة أيضا أنا قريب جدا من اللاعبين العرب في العامة الأخيرة وشاهد مدى اتمام الشارع الرياضي الخليجي للاعبين منتخبنا القطر والمنتخب الإماراتي قروبات في الواتساب عريض في الحديث عن المؤازرة والحديث عن التشجيع من الأمس وهما يتكلمون عن المشاركة بكل تأكيد كل لاعب له الفخر رائعة جدا محمد سعدون الكواري الزميل وليس اللاعب هو في التصنيف 130 تقريبا على العالم تطور كبير في التصنيف وفنيا أيضا أسماء عديدة عبدالعزيز الكواري شقيق محمد وخالد سعدون أيضا جبر المضوى محمد الخنجي محمد عبد الله كل هذه الأسماء لديها الخبرة العالي وعلي صاير مضم مؤخرا إلى المنتخب كل هذه الأسماء كسرت حاجز الخوف المشاركة الأولى أن تلعب أمام هذه الأسماء الكبيرة في أرضك وبين هذه الجماهير وهذه التغطية الإعلامية بكل تأكيد ستكون الخبرة أكبر في هذه المشاركة أكيد نذكر المجموعة التي وقع فيها المنتخب القطري والمنتخب المصري تضم كذلك المنتخب الفرنسي، الفراغواي والمكسيك ورقيا أريد بكل واقعية لا أتوقع لكن نمنى النفس أن يكون أحد المنتخبين يظهر بصورة مشرفة وعلى أقل تقدير ينافس على المقعد الثاني بالتأهل من المجموعة منتخب الأصعب ربما بهذه المجموعة منتخب الفرنسي هو المرشح هو المرشح الأكثر للتأهل برقم واحد عن المجموعة منتخب المصري كذلك يشارك بهذه البطولة ممكن أن تكون فرصة كديرة للاحتكاك بالنسبة للمنتخب المصري وكذلك بالنسبة للمنتخب الإماراتهم أبطال الخليج بكل تأكيد المنطقة المصري أيضا يملك أسماء رائعة جدا يوسف حسام كان أحد أفضل 300 لاعب في عالم التنس دخل عالم البادل وحقق نتائج رائعة في البطولات المسبقة خطفوا بطاقة التأهل عن قارتين الأسيوية والأفريقية بكل تأكيد المنتخب المصري والمتخب الإماراتي متسلح بجمهور أيضا والعام الأرجنتين والأوريكواي بمنافسات السيدات المجموعة الثانية البرازيل والإمارات بمنافسات الرجال المجموعة الثالثة ليس قبل الساعة السادسة بتوقيت مكان مكرمة بالنسبة للملعب رقم ثلاثة قطر ستواجه الفاريكواي بمنافسات الرجال في المجموعة الرابعة إسبانيا والأوريكواي بمنافسات الرجال المجموعة الأولى كذلك ليس قبل الساعة السادسة فحم السعد معلق ومحل القنوات بين سبورت شكرا جزيلا لك شكرا لك كاري